السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقعنا النهاردة هو مش موقع جديد ولكن كلمنا عنه من قبل من فترة طويلة موقع بلاي جراوند لكن اتوا عارفين احنا بنيجي كده كل فترة نرجع للمواقع عشان نشوف الجديد فيها ايه اللي لفت نظري في موقع النهاردة هو المخرجات من الصور اللي تم إنشاءها بذكاء الاصطناعي الديتيلز عالية جدا ده أول سبب النقطة التانية اللي عجبتني فيه إن أنا لو رحت هنا على الدروب داون ليست وبصيت كده على البرايسينج عجبني فيه إن هو 500 إمجز بير دي هو أنت في كل مرة برضو بتتحكم في عدد الصور اللي بتنتج منه ولكن الجميل فيه إنه كمان ممكن تستخدم الإمجز كوميرشيلي فالناس اللي بتسألني على استخدام الصور بشكل تجاري بتعمل إعلانات مثلا أو كده ممكن هتستخدم بالحالة دي بلاي جراوند النتيجة بتاعته حلوة قوي وحنشوف مع بعض دلوقتي بشكل عملي الحاجة التانية إن هو بيديك 500 إمجز بير دي كمان فدي حاجة ممتازة جداً بتقدر تعمل كمان إدت على الصورة وحنشوف مع بعض دلوقتي يعني بلاي جراوند راح فين يعني أنا حاسة إن هو اتنق النقلة كبيرة جداً طبعاً بيستخدم الموديل ستيبل دي فيوجين XL اللي بحب جداً أستخدم الموديل ده عشان بيديني تفاصيل كتير كويسة بصراحة في الصورة أتبعنا بس يكون الصوت واضح مفيش نايز في الصوت لأن أنا غيرت المايك كمبليتلي الناس اللي كانت بتقولي الصوت مش واضح الصوت مش باين الصوت في مشاكل أنا غيرت المايك تماماً المايك يعني أبغريد المايك لحاجة أفضل بكتير جداً من اللي كنت شغالة عليها قبل كده فأتمنى رأيكم أي ملحوظات على التسجيل الخاص بالصوت تكتبوا لي في التعليقات لو حابين نقل الصوت أو اوطي الصوت أنا لسه طبعاً جديدة جداً في الادجاسمنت بتاع المايك من خلال الصوفتوير بتاعه ولكن يعني أتمنى أن يكون أفضل وأن الصوت يكون أفضل وأنه كده تكونوا يعني سمعين أفضل وأحسن من قبل ياريت أسنع في التعليقات رأيكم الموقع زي ما احنا شايفين متأسم زي بالضبط اليوناردو اي اي يشبه اليوناردو اي اي في الانترفيس الخاص به هنا ممكن لو عجبك حاجة معينة وعايز تعدل عليها تعمل edit لأن هنا الكوبيرايت بيروح للكرييتور فالنازم يكون مخزين بنا اللي بينشئ الصورة الأول الكوبيرايت بتروح له فمنفعش تاخد الصورة اللي عاملها واحد وتستخدمها أنت أي صورة أنت هتنتجها هتبقى بتاعتك أنت فحاول أن أنت لو هتاخد تضيفها على الصورة فيه صور رياليستيك وأبيض وإسود زي ما احنا شايفين white and black وكل أنواع الصور بقى يعني كل الأنواع الكاتيجوريز والأقسام موجودة وانت أخد inspiration من أي صورة من الصور دي وتعدل عليها زي ما أنت عايز أنا بحب جدا أن أنا أستخدم شايفين جيبيت سي علشان يديني description بتاع الصورة بصراحة يديني نتيجة حلوة قوي أريد أوريكم برضو حاجة كنت عملتها من قبل ما روح أجيب يعني تكاست جديد وأبتدي أعمله معيكم هروح هنا للdropdown list بالمنظر ده واروح لي الجزء المتعلق بالبروفايل اللي هو البروفايل بتاعي وهنا حيوريك في البروفايل الامجز بتاعتك اللي أنت عملتها ده كنت عملته بأكاونت جديد خالص وهنا زي ما احنا شايفين الصورة التفاصيل بتاعتها حلوة جدا تورا دي رياليستيك المفروض وممتازة وأنا طبط كمان يعملي variations فأنا شايفه والله مثلا شكل زي كده ممكن نستخدمه في محتوى قصصي مثلا أو نشوف بقى أي محتوى ممكن يعمل ازاي طيب نيجي بقى لي الكرييت هروح بس أجيب كده تاكست ونشتغل بي أنا هنا هقوله نعمي كرومت ثلاثي لائنز بس دي كده ثلاثي لائنز ثلاثي لائه ثلاثي لائنز شخص من نهاية at night قول بقى he is wearing coat and looks sad ممكن اقوله realistic realistic photo and high details وابتدي اخد الكلام ده كده يعني اعمل له enter واشوف كده حيديني ايه او النتيجة ايه اعطاني هنا الامر هو انا مرضتش يستخدم بس ايه الان كنت باستخدمها قلت يعني عادي لو انت عايز تستخدم شادي بيتي بشكل عادي مش عايز تنزل اي الان عليه او هنا حبتدي ان انا اروح اعمل بالمنظر ده كده وابتدي اروح هنا عشان ابتدي انشئ الصورة ممكن تروح الديسكورد لو انت عندك حساب على الديسكورد بقى وعايز تروح الديسكورد تمام مش عايز خلاص انا حقوله don't choose this يعني بحبش اشتغل على الديسكورد بصراحة بحب اشتغل يعني على الموقع على طول زي ما انتوا شايفين فهنا هنا عندك board وعندك canvas انا هنا وقفة على board وهنا حبتدي اكتب الامر بتاعي وهنا في اكسباند اكسباند لو انت فعلتها هنا بتقول للاي اي حاول تعمروف بقى يعني انت دي بقى تخيلك انت يعني ما تلتزمش بالامر بس هنا اكسي كلوت فروم اميج كاستم انا بحب جدا نسبت الكاستم عندي لان انا مثلا يعني في حاجات بتبقى هي قريزي واحدة ببقى مش عايزيها موجودة فانا هنا هسبت الكاستم اللي هي المسيج دينجرز واللي مايبقاش اللي هو الناس اللي بتتمي ثلاثة دين وصابع مش عالكسات صوابع والكلام الغريب ده فالأغلي ديفورمي ديالنويزي البليري الصورة فيها بليرينج الحاجات دي كلها يعني لو انت يعني عايز صورة تقوله دي صورة شبه الصورة دي ممكن تساعدك في ان انت تطلع يلا حد كبير صور سبتة يعني للمحتوى وزي ملتاك مش حاجة تطلع لك مية في المية يعني عشان نكون بس وقعين حتى الان حتى الان هنا هنا الموضل هبتدي اختار ستيبل ديفورجن اكس ال بصراحة في بلاي جراوند فيرجن 2.5 وفرجن 2 وفرجن 2.5 ده البرجن الجديد ما كانش موجود اعتقد قبل كده لما اتكلمنا عن بلاي جراوند فيه ستيبل ديفورجن اكس ال ده اللي بحب استخدمه وهنا البري ساتس هاختار الرياليستيك الكريات بري سات احبه بس اقوليك الكريات بري سات هنا هنا انت لو عايز تعمل بري سات تستخدمه كل مرة يعني انت مثلا بتحب تعمل اكسباند بتحب ان انت تحط سيد معينة النامبر كل مرة اتنين مثلا الوث الهايد الكلام ده كله بتختار موضل بتشتغل عليه انت ممكن تسميه وتقوله كريات بري سات زي اللي انا مثلا اشغل عليه دلوقتي حسميه مثلا مروة وابتده اقوله كريات بري سات خلاص كل بقى مرة انا عايزة حاجة شبه زي فعايزة كل صورة تبقى بنفس بري سات ده فابتده اختار مثلا البي سات الجديد اللي انا عملته اللي هو مروة مثلا هنا انا هنا هقوله realistic portrait وحاختار هنا الimage dimensions بتاعتي مثلا اي بقى dimensions انا عايزة وهنا الpromit guidance higher values will make your image closer to your promise هخليه في النص والquality and the details 30 زي ما هي والجزء بقى المتعلق في المجاني انا هخليها مثلا اربع صور خلينا number of images اربع صور احنا لدينا يعني عدد البقسة به من الصور في اليوم وبتجدد كل يوم زي كده ليوناردو وحبتدي اعمل create علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بيقولك الprivate session الحاجات دي هتظهر للاشخاص اللي بيخشوا على playground في المجاني فاخد بالك يعني ان انت مش هتبقى في الprivate session لان انت لو رحت الprivate session لازم نبقى يعني تعمل upgrading مش فارق معين جزئي دي خلص هم generate ونبط للصورة او الصور اللي هتنتج من playground انا رحت للطريق تاني انا هحط الامر اللي خدته من شاجي بيتيم كنت شمعت له copy هو خد الامر القديم فانا حطيته مرة تانية ويعمل generate زي ما احنا شايفين اي دي الصور بتاعتنا اتمنى كده ان ال noise اللي في background تكون قلت انا بحاول اعمل adjustment يا جماعة معلش اول مرة استخدم المايك معيكم فاتمنى ان نكون الصوت كده افضل واوضح ياريت الناس تقولي في تعليقات الصوت اللي كان في الاول احسن ولا دلوقتي عشان بس ابقى عارفة ده حيساعدني اكتر ان انا احسن شوية من جودة الصوت صور ممتازة جدا زي ما احنا شايفين هيد تفزي عالية جدا 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 والتفاصيل ممتازة جدا وانا شايفة ان هو رائع بصراحة من وجهة نظر يعني لو رحنا هنا كمان بالمنظر ده حلقى عندي لو انا عايز استخدم نفس الامج في حاجة تانية ويوز امج ستنج وكريايت باريانس بينشئ لك تانية يعني تنوع تاني من الصورة دي يعني حيعمل لك اربعة تانين وعند كمان الفيس ريستوريشن الفيس لو طنع في مشكلة فيقدر انه يزبط لك الفيس شوية ودي حاجة جديدة جديدة هنا في عندك كرياتيف تعالوا كده نشوف الجميل بقى ان هو مفتوحي في المجاني وده اللي انا عجبني جدا جدا في بلاي جراوند بصراحة ان في حاجات كتيرة مفتوحة في المجاني بصراحة وده اللي بتخليه مميز عايزين نشوف كده النتيجة بتاعة الابسكيل هتكون شكلها عامل ازاي الصورة كمان جودتها هتبقى اعلى لك انت تخيل يعني الجودة عالية فانا كمان هعمل لحد 4x الابسكيل بياخد وقت شوية ولكن زي ما احنا شايفين بصوا الابسكيل بصوا الجميل بصراحة يعني انا من وجه نظري ممتاز ممتاز دي حتة دي ممتاز جدا استخدام صورة الصورة دي ك لعمر صورة تانية في الفيس ريستوريشن والفيس ريستوريشن يعني ايه بيعدل لك الصورة اكتر احنا قرية عملنا بالابسكيل يعني مش محتاجين اصلا نعمل فيها اي حاجة تانية برضو يعني الصورة واضحة جدا جدا او نجرب مع بعض دينا يعني الموضل نجرب 2.5 وده البرجن الجديد انا هحط اهو نفس الامر وزي ما قلتلكم انا بسيب دايما الحاجات اللي مش عايزة تظهر في الصورة ان اغلب الصور البنتجة مبقاش عايزة الحاجات دي وهنا مثلا نسيب الامج ونختار اتنين مثلا صورتين ونبتدي نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هنا انا استخدمت موضل تاني والمفروض اللي هو الموضل الحديث الموجود في playground اللي هو version 2.5 عشان برضو نشوف الفرق ما بين وما بين XL stable division XL ده playground مش وحش طبعا انا بحب stable division بصراحة عشان اكون معك واقعية سبال CI ممتز جدا جدا في الموضل بتاعتها وان شاء الله بإذن الله اول بس ما يبقى لي اكس على stable division version 3 اطلع يعني اكلمكم عنه ونشوف كده ونقرر ما بين stable division XL و stable division 3 وال version الثانية الخاصة بال stable division ونشوف النتيجة مع بعض ده بالنسبة لي playground AI اتمنى يكون playground AI كده عملنا كده يعني refreshment سريع استخدامه وشوفنا الجديد فيه وانا بصراحة عجبني جدا يعني حيبتدي نافس ليوناردو AI هو ممتاز بصراحة ومن اوائل المواقع في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي واللي فيها تقدم كبير جدا جدا اتمنى كون استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بنحاول نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في مجال الذكاء الاصطناعي رب كل اللي بنقدم بيعجبكم ياريت كالناس تقولي في التعليقات اخبار الصوت اتمنى الصوت يكون احسن من كل مرة ازاي يقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش اشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولكنت متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير كومنت دمتم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته